أمساء الخير، أنا سفير مؤيد الضلعي، سفير مصر في رومانيا لليوم الثاني على التوالي بنتشرف بافتتاح المعرض الثاني لنادي الفرعنة الدولي للتصوير الفوتوغرافي طبعاً زي مبارح المعرض بتاع النهاردة اسمه رحلة الفرعنة والحمد لله نال على عجاب الحضور كان فيه معانا النهاردة رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروماني جاءت مخصوص وفيه ناس كتير جداً من محب الثقافة والتصوير وطبعاً يعني احنا بنشكر مرة تانية ان دي كانت فرصة كبيرة للتعريف بالثقافة المصرية ونشر الحضارة المصرية والثقافة المصرية في المجتمع الروماني في مدينة قرادة يعني اعتقد ان ده كان اول معرض في التاريخ ان هو يجي حد مخصوص من مصر ان هو يعرض الصور بتاعته للتعريف بالثقافة المصرية بنأمل استمرار التوفيق والتقدم ودايماً طبعاً اي حاجة بتشرف مصر احنا دايماً بنسانتها وبنشكركم مرة تانية ونتمنى ان انتوا تيجوا تاني وتالت ورابع تشرفونا في رومانيا وتشرفوا مصر شكراً